زار رئيس كتلة حلف وجام حضرموت المقدم سالم بن سميدة عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية والتربوية في منازلهم بمجيريات رخيا وحورة وحريضة وعمد بوادي حضرموت ضمن برنامج الكتلة الرمضانية لهذا العام واطمأن المقدم بن سميدة أثناء زيارته التي استمرت ليومين متواصلين على صحة مجير عام مجيرية رخيا عضو الهيئة التأسيسية للكتلة المقدم عبدالخالق أحمد بن حيدرة ومجير مكتب الكتلة بحورة الشيخ محمد العتور النهدي والمقدم عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع عضو الهيئة التأسيسية للكتلة مبروك سالم بن سويدان إلى جانب زيارة العديد من الشخصيات ترجمة نانسي قنقر